أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم وتعميق العلاقات المتميزة مع اليونان وتفعيل أطر التعاون القائمة سواء على المستوى الثنائي في إطار ألية التعاون الثلاثي بعقبرص وأشهد الرئيس السيسي خلال لقائه مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس بالعاصمة أسينا أشهد بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية وتعاون المسمر على مختلف الأصائد وكذلك تنسيق المتواصل بشأن المواقف المتعلقة بالقضايا الإقليمية بمنطقتين شرق المتوسط والشرق الأوسط صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن رئيس وزراء اليونان أكد تطلع بلاده لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة لتطوير العلاقات السنائية بهدف ترسيخ أطر التعاون السنائي والصداقة القائمة بين البلدين وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات السنائية بين البلدين على مختلف الأصعضة بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات كورونا كما تناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومستجدات الأزمة القائمة في المنطقة خاصة ما يتعلق بالأزمة الليبية بالإضافة إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وفضلا عن تطورات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي اشتركوا في القناة